على عكسك شايف إن الموضوع فيه جانب مضحك إيه بحب والله فيه جانب مضحك من زاوية إن شر البلية ما يضحك ففيه جانب ابتدى يكون ساخر في هذا الملف يعني فكرة هو الملف ده نفسه ابتدى يكون مضحك فكرة التحكيم الإفريقي الملف ده يعني بقى مثير للسخرية في الفترة الأخيرة وبعدين من زاوية تانية رؤية الأمور مع أخذ في الاعتبار فرق نوعيات الحدثين بس هو المبدأ العام بتاعي إن من أمن العقاب عموما ما هو موجود عندنا وبرنا وجوه القرى الإفريقية ده إحنا مكلمتنا مع كابت النصر يعني عباس الخبير التحكيمي يعني إفتاد أن تكون جزء ثابت لا يتجزأ من هذا البرنامج على مدار السلاتين الثلاثة اللي فاتوا احنا كل فترة والتانية لازم نتواصل معها تلفونيا ونتبادل الاندهاش إحنا وهو على وقع ما غالباً بيكون النادي الأهلي هو اللي بيدفع تمانها فمش عارف الموضوع ده حيستمر لغاية تعالوا كل أحوال تعالوا نقفل الملف ده مؤقتاً هنرجع نفتحه تاني طبعاً في فقرة الحوارية التانية لكن تعالوا نتكلم أكتر شوية عن اللي جاي إن شاء الله احنا لسه عندنا مواجهة في منتهى الأهمية طبعاً لازم نبتدي نتكلم عنها من النهاردة والحد يوم الأربع جاي إن شاء الله وطبعاً الدعوة الأولى والأهم أكيد وكالعادة هتكون مواجهة لحضراتكم لجمهور النادي الأهلي رجالة الأوقات العصيبة والأوقات الصعبة وماتش يوم الأربع مش محتاجين نقول لحضراتكم فيه إلى أي درجة وجودكم هيكون دي الأهمية الأكبر جمهور النادي الأهلي عند اللزوم يكون هو اللاعب رقم واحد أو رقم اتناشر يعني جمهور النادي الأهلي يا ما قبل كده كتير صعد بالنادي الأهلي وعدى به كتير من العقبات والصعاب وكان فعلاً عنصر السحر اللي اتحقق في اللقاء من دول كان من قبل وبمعرفة جمهور النادي الأهلي العظيم احنا مستنين نشوف زئير جماهير النادي الأهلي في المدرجات يرجوا الاستاذ كالعادة احنا بنلعب قدام فريق عنده مقومات قوية جداً على الصعيدين الفردي والجماعي ماتش زي ما نهواند بتقول لحضراتكم وزي ما انتو أكيد عارفين الكلام ده كويس جداً هيكون فيه منتهى منتهى الأهمية ولازم نعبوره وعشان نعبوره هرجع أقول لكم لازم نشوفه ماتش يوم الأربع اللي ما شفناهوش مبارح وما نشوفش في ماتش يوم الأربع اللي احنا شفناه مبارح بس انا عايزة كمان اقول حاجة وعايزة يعني اقول قبل ما نقفل بقى الصفحة دي برضو اسمحولنا يعني عايزين يكون واضحين في كم نقطة وقلنا الكلام ده قبل المباراة بالمناظرة مش بنقوله عشان نتكت المباراة قلنا سانداونس من الفرق اللي بتلاعب بالنسبة كبيرة جداً او بتهتمد بنسبة كبيرة جداً ان هي تلعب نفسياً على النادي الاهلي وده ممكن يكون ممكن يكون راجع بسبب الخسارة في دوري أبطال إفريقيا لما كنا بنكلم عن خمسة اتنين في الموسم اللي فات وممكن يكون ده واضح جداً في استغلال التوقيت الصعب اللي انا اتكلمت عنه مباراة واللي اكدنا عليه في كل مرة اللي بيختاروا دايماً سانداونس المباراة بتاعته وتحس ان انت يا كريم هو مش داخل زي ما بتقال كده اللي هو ند بند لا هو ند بند بس مع عوامل تانية هي اللي خلته ند بند مع النادي الاهلي يعني مباردو ده مش مبرر انا دايماً لما بيبقى فيه غلط ما بحبش هو المبرر كذا مش هنرمي شماع على غيره بس الرؤية بس تكون واضحة هي دي النقطة ماتش الأربع محتاج تأهيل نفسي كبير جداً محتاج عودة الروح تاني للعبين محتاج شخصية البطل في اللعيبة أو بين اللعيبة اللي احنا فقدناها أو البعض خلينا نقول فقدها لازم تتأكد انك بطل فعلاً بتتكلم برضو تاني حرجع أقول بأرقامك وبتاريخك بعد ممكن حد دلوقتي بيسمعنا يقول يا جماعة رحمونا بقى تاريخ ايه وأرقام ايه ما تشوفوا انت بتعمل ايه دلوقتي لا معلش التاريخ أو الماضي بتاعك جزء منك دلوقتي وما ينفعش ان انت تعديه ينفعش ان انت تنساه ولازم دايماً كده لما تحس بالدروب أو تحس بمشكلة في ثقتك بنفسك ارجع اعرف انت مين كويس فوق وعرف انت مين كويس هي دي النقطة انت النادي الاهلي في الاول وفي الاخر عشان كده الفرق المنافسة سواء بتختبرك أو بتلعب على الشقة النفسي أو حتى بتحاول فنين انهية نفسك ده لان انت في حتة لوحدك لو انت حاجة عادية ما كانش فيه تصريحات زي دي كنا منسمحها ما كانش فيه بعد برضو الأقويل اللي احنا كنا منسمحها من الصحافة وعرضنا ده قبل كده في المباراة الموسم اللي فات الأخيرة وما كانش هيبقى فيه اللعبة على قصة التوقيتات اللي كل الناس عليه على ما تستفهم عن ده يعني عارف لو يقدروا يعملوا المباراة مش عارفة تانية بعد تلاتة العصر دي ما فيش حاجة أوحش يعني ممكن عارف هقولك ايه مع واحدة واحدة أفضل من تلاتة هي تلاتة the worst يعني أوحش توقيت ممكن ان انت تعمل فيه مباراة بس على كل حال يعني هرجع اقول تاني الثقة اللي لازم تكون موجودة من عندنا للجهز الفاني ولللعيبة مهمة جدا في الفترة دي واحنا دايما نكون معهم حتى في الموسم اللي احنا كنا فيه القبل اللي فات اللي كنا فيه ليس الأفضل تماما العوامل كتيرة بس احنا بنرجع نقول تاني انت لازم يكون عندك ثقة والثقة دي بتوصل لللعيبة في مشاكل كتيرة وقابلنا لسه مشاكل تحكمية وعوامل أخرى وحرجع اقول انا تاني الآن المطش الأربع لكن احنا ما ينفعش ان احنا ما يبقاش عندنا ثقة ان احنا نقدر تاني نعوض لان لسه فيه فرصة وفكرة التحكيم دي بقى امر واقع زي ما انت قلت فمش حاجة هتعدي عليك ونقول خلاص واللي جاي افضل لا هي حاجة مكملة معنا يعني بقى فاهمين هي حاجة مكملة معنا فعشان بس الواحد ايه يخلص خير نقولها كده عشان ايه ما ننجيش كل المباراة نقول وحنا على فكرة انت بفكر مبارح مش هلأ اتكلمت انا وانت في القصة دي كانش يسا فيه حاجة وقلنا اختيار الكاف وقلنا الحكام لحضراتكم وعرضنا كل المشاكل الموجودة قبل اي حال هادينا شوفنا بالموتش ترجمة للكلام وشوفنا بالزبرافو عليك ده المستعد ترجمة اللي احنا قلناه مبارح يعني ما جناش مثلا بلاتي كنا مبارح بنشكر في التحكيم وفي الاختيار والنهار ده بعد اللي شوفناه قلنا كذا لا احنا من مبارح بنقول الكلام ده قبل المباراة فعلى كل حال